بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول ثلاث أدوات من أدوات برنامج الفوتوشوب وهي أداة البلور تول أداة شاربين تول أداة السمدج تول دعنا نبدأ في أول أداة وهي أداة البلور تول أداة البلور تول تستخدم لعمل شيء ضبابي تستخدم لتسيح البكسل تستخدم للتمويه واستخداماتها في الصور الفوتوغرافية أو عندي صورة لحفلة وبدأ أحاول أموه أو أشوش لجزء من صورة أو أعمل جزء ضبابي في الصورة من خصائص الأداة أنه أنا عندي هنا فرشة إلاها صايز حجم هاردنس حدة شكل الفرشة المود عندي النورمال الداركن لايتن وبقية المود الخاصية هاي اللي هي قوة الأداة أنا عاجت عندي 36% لاحظ في المبنى خلينا نكبر كونترول بلاس أجي في المنطقة هاي باللاحظ إنه أنا عندي الشبابي في البناية هاي بارزين باستخدام أداة البلور فلاحظ إنه صار تسيح كأنه الشبابي ممتداخلة في البناية نكبر لسترينجي في الشكل هدا نيجي للبناية هاي خلينا نشوف كيف ممكن نعمل تشويش أو شكل ضبابي لاحظ معي يعمل تسيح للبيكسل خلينا نشوف الفرق قبل وبعد أروح على الهيستوري أنا عندي هاي الصورة قبل لاحظ بعد البلور في المنطقة هاي لاحظ الفرق خلينا نشوف مثال آخر عندي السمبلة هاي أنا بدي أستخدم أداة البلور خلينا نحكي له المود مثلا نورمل زي ما هو لاحظ أنا هلقيت عملية طمس وتشويش لشكل سمبلة القمع نشوف الفرق لاحظ قبل بعد عملية البلور خلينا نشوف مثال آخر نكبر الصورة هاي نيجي في المنطقة هاي خلينا نصغر حجم الفرشاة بالشكل هادا نيجي في المنطقة هاي خلينا نلاحظ الفرق عملت تسيح لاحظ التسيح والتداخل خلينا نشوف قبل وبعد قبل بعد وبهيك بنكون شرحنا آدات البلور طول أداة البلور تستخدم للتشويش للتمويه لتسيح البكسل وغالبا يكثر استخدامها في الصورة الفوتوغرافية طمس هوية شخص تشويش صورة الشخص عمل شكل ضبابي لصورة الآن خلينا نشوف الأداة اللي بعدها وهي أداة شاربين تول وهي عكس أداة البلور تول أداة الشاربين تول بيزيد التباين بين الألوان المتجاورة تعمل حدة في إبراز الألوان الخصائص الموجودة عندي للأداة الفرشاء الصايز الحدة شكل الفرشاء المود بالشكل هذا القوة قوة الحدة خلينا نجرب بالشكل هذا لاحظ كيف صار إبراز للشبابيك الموجودة عندي في البناية خلينا نشوف مثال آخر في المنطقة هاي أنا بدي أعمل تراجع عن البلور وخلينا نشوف في المنطقة هاي كيف بنا نعمل شاربين لاحظ إبراز وحدة السمبلة لاحظ الفرق قبل وبعد بدون شاربين مع الشاربين خلينا نشوف مثال آخر خلينا ناخذ المنطقة هاي هانا عملنا لها بلور خلينا هانا نعمل شاربين نصغر حجم الفرشاء لاحظ الفرق والبروز وحدة الألوان الأداة اللي بعدها هي أداة بتعمل تمويه ومزج البكسلز يعني أنا ضغط هيك لاحظ معي هيا نكبر كنترول بلاس نيجي في المنطقة هاي لاحظ معي كيف أنا كيف بيصير في البناية لاحظ بلور زائد مزج بالشكل هذا لاحظ كيف البناية صارت بالشكل هذا خلينا نشوف صورة أخرى السنبول هاي مثلا لاحظ معي كيف بيصير شكلها خلينا نشوف مثال آخر كنترول بلاس نيجي في المنطقة هاي لاحظ كيف المنطقة هاي كيف صارت لاحظ معي نيجي في المنطقة هاي هاي الأداة ممكن أستفيد منها في التأثيرات النارية أنا عندي دائرة باللون الأحمر ودائرة باللون البرتقالي الآن بإمكاني أجي أمل مزج بين الدائرتين هذولا في المنطقة هاي تسيح في الشكل هذا للون الأحمر لاحظ بعمل تداخل بين الليارين نيجي في المنطقة هاي لاحظ لاحظ معي في المنطقة الوسط هاي كيف تم مزج اللون البرتقالي مع اللون الأحمر وبإمكاني أستخدمها في تأثير اللهب يعطيكم العافية ونرجو من المولى عز وجل إن تكونوا استفدتم من هذا اللقاء وأحمر رائعها في المنطقة هاي ليس Brewml لذا يشتغل من سواء